تحية لجميع مشاهدية موقع الفن حول العالم اليوم بدي احكي عن توقعات الابراج 12 لشهر تموذ يوليو 2019 راح نمتدي متل عادة مع البرج الاول اللي هو برج الحمل في جو العمل بعد سوق التفاهم وذلك تحت تأثير وجود الشمس والمريخ في برج السرطان ومن النتائج المتوقعة عدم سئب النفس والاخرين حديث غير مسجمة معكسات بالحظ وكل هالأمور بتسبب إليك بعض التوتر بالعصاب لكن ما يعود عن ذلك هو تأثير الزهرة وجوبيتار بالمجال العاطفي الذي يبدو مزدهرا صحيا حافظ على قاعدة توازنك الصحي جسديا ونفسيا من خلال حياة متوازنة ومستقرة برج التور المجال العاطفي متعسر شوي بسبب وجود فينويس كوكب الحب بالأسد من أول الشهر وحتى 18 مما قد يسبب إليك توتر بالمزاج الشخصي وبالعلاقات الزوجية والعائلية وتبدو الأجواء صعبة والحوار غير نافع على صعيد الترفيه والتسلية الشمس والمريخ بيساعدوك على خلق برامج ترفيهية مناسبة إليك والمؤربين منك قون صبور أمام المعاكسات المهنية المحتملة تابع طريقك أو غير وجهة سيرك حتى ينجل الوضع أمامك فكر جيدا قبل الإقدام على الاختيار على صعيد المشاريع المتاحة أمامك برج الجوزاء هالشهر بيتطلب منك الكثير من الدقة بالقرارات المهنية وأمورك المالية خاصة الفواتير والالتزامات المالية للبنوك والمتوجبات الزهرة بالأسد والمشتري الموجود في القوس بيخلق إليك أجواء اجتماعية مرتاحة وحاجة لأخذ عطلة أو السفر بداعي السياحة الوضع العاطفي بحالة جيدة قصوصا بالنسبة لأولئك الذين يتوصلون مع حبيب بالخارج عن طريق الاتصالات الخارجية والمراسلة والإنترنت قد تلتقي شخص قادم من بعيد فيكون اللقاء فيه مصمر إما على الصعيد العملي أو على الصعيد العائلي والاجتماعي برج السرطان المريخ موجود ببرجك من 19 إلى 23 قوقع بطار بمركور بيتواجد أيضا بالسرطان هذا يسرع مشاريعك وتتعرف على أشخاص مهمين إليك بالمجال المهني والاجتماعي الشمس موجودة أيضا ببرجك وهي تمنحك الكاريزما والجاذبية حضر نفسك أن تكون محبوب ومقدر اجتماعيا أعرف كيف تعبر على كل شيء بدايئك وحاول أن ترتب الأمور مجددا تمسك بساعتك بنفسك وتصرف بتركيز وفعالية وما تضيع بالتفاصيل برج الأسد أعمالك تتبطأ في فصل الصيف بسبب العطلة والترفيه مع العيلة والأولاد التأثيرات الإيجابية للشمس رفعة برجك بتساعدك على تأوية ساعتك بنفسك والحصول على دعم قوي من محيطك الاجتماعي من الناحية العاطفية كوكب الزهرة فينوس برجك بيجعلك تبحث عن الحب الصافي والدائم والمتبادل بمجال العمل سابر ولا تفقد الصبر صفاء النفس والضمان الأكيدي لصحة جيدة الفتاة الأسد ترى نفسها جزابة تحت تأثير كوكب الزهرة وتستعد لإيقاع الجنس الآخر في شيباكا برج العزراء هالشهر المشاريع المهنية رح تاخد كل اهتماماتك خاصة أنه الشمس والمريخ ومركور بأو فعالية إنتاجك المهنية والعملية مع أنه نهاية الشهر بتشوف أنه اللي بتنتظره من استحاقات مهنية واللقاءات واجتماعات سترى النور عاطفيا كوكب الزهرة فينوس بيحضر لك أوقات حلوة بدءا من 20 من الشهر هالنشاط والاندفاع النفسي بنكفسه إيجابيا على صحتك الجسدية شرط أنه ما تتعدى حدود طاقتك وإمكانياتك برج الميزان الشمس ومركور والمريخ بأوضاع غير مناسبة لبرجك تنبئ بمناخ سيء مهنيا وعلى صعيد العلاقات العملية فالتوتر بسود فجأة وبشكل تصاعد وجود فينوس بالأسد بيوضع بدربك أجواء اجتماعية وعاطفية ملائمة لتمنياتك مولود الميزان بيلاقي نفسه عرضة بأحيان كثيرة للمواجهة مع أفراد عائلته ابتعد عن العناد وكون عقلاني عند التعامل معهم مولودة الميزان عنده رغبة بإدخال تعديلات على ديكور المنزل أو الحديقة أو بشراء قطعة أساس جديدة مع جراء صيانة عامل المنزل خاصة إذا كان لديها أولاد برج العقرب الشمس موجودة بالسرطان ومركور موجود من 9 إلى 23 أيضا في برج السرطان اللي هو برج صديق إلك هالوضع الفلكي مؤاتي جدا إلك على جميع الأسعاد طرقية مشروع بيوصل إلى خواتيمه فرص يجب التقاطه حياتك الشخصية على العكس بتكون حساسة بسبب مربع الزهرة اللي قد يسبب سوء تفاهم بين حبيبين أو زوجين فليكن الاعتدال هو ما يميز حياتك لتحظى بصحة جسدية ونفسية سليمة تساعدك على تنضية هالشهر براحة وإيجابية برج القوس الشمس ومركور المريخ بأوضاع فلكية مليمة مما بساعد على المشاريع المادية والمهانية مثل شراء عقار تغيير ديكور المنزل أو شراء سيارة بالحب فانويس الموجود بالأسدي اللي هو برج صديق لك بيعطيك مشاعر عميئة ومتبادلة الفلك عموما بيمنحك فرص وإيجابيات قادر على تغيير حالك إلى الأفضل إن على المستوى الصحي أو النفسي أو العملي أنت حاليا عم تشعر برغبة قوية بتدفعك رحوة الدراسة والمطالعة أو إلى الانضمام لدورة ثقافية أو علمية يطرق أيضا تقدم على علاقاتك الاجتماعية بعدما أصاب الفطور والتراجع بأوقات سابعة برج الجدي وجود الشمس ومركور والمريخ بالسرطان يسبب بعض سوء التفاهم بين المحبين والمتزوجين وكل فريق بيحاول يفرض رأيه على الآخر بالأعمال بعض المعكسات وكثير من الوعود غير المؤكدة ومفاوضات تبني الأمال عليها قد لا تصل هالشهر إلى نتيجة مرضية اشتغل على تمتين أواصر الشراكة مع الشركاء الملائمين إن على صعيد العمل أو على صعيد العلاقات العاطفية وما تأسف على التخلص من شراكات تعتبرها مصدر قلق وتعاكس مصلحتك شرط أن تنظر إلى باب المصلحة بموضوعية وليس بإنفعالية نهاية الشهر بتكون واعدة على عدة جهات برج الدلو مع جوبيتر بالقوس وفينوس في الأسد العلاقة الزوجية تبقى في دائرة المخاطرة وعليك بوضع النقاط على الحروف لتفادي الأسوأ استفد من الفرص المتاحة فمن أول الشهر وحتى تماني منه ميركور بالجوزاء يساعدك على فتح حوار على الصعيد الاجتماعي والمهني اغتنم الفرص الإيجابية مهما كانت صغيرة بمجال العمل ولا تخف من التقدم حتى ولو وقعت في أغلاط للعزبين كثير من فرص التعارف وردة لكن الأهم هو اختيار ما هو مناسب لك فكريا وعاطفيا وأخيرا منتهي مع برج الحوت مع وجود الشمس وعطارد والمريخ ببرج السرطان برج الصديق للحوت بيكون مزاجك إيجابي وعندك الحماس والاندفاع لكل شيء بالمجال العملي هناك إمكانية لحسن سير المفاوضات التجارية تغيير العمل أو الحصول على طرقية وزيادة بالمعاش عزيزي الأوراق الربحة بإيديك وعناصر النجاح معروفة وخصوصا الجرأة والعمل الجدي والحسيس والتعامل الديبلوماسي بعلاقتك بالمحيطين فيك إذن ضع مشاريعك على السكة وما تنسى وأنت بعز إنشغالك أين تكمن القيم الحقيقية كل شخص بحب يتعرف علي شخصيا أكتر ويحصل مني على دراسة شخصية إلو من خلال اسم أمه واسمه هو الصغير واسم عائلته واسم والده بيقدر يتصل فيه شخصيا على الرقم 7-1-879-307 هيدا رقم خاص أنا عامله للاستشارات الشخصية بيقدر يعرف عن مضي وحاضره ومستقبله